سيدة فرح هل هي فعلاً مدرة بالأسعار؟ هل هي فعلاً بتبرر هذه الارتفاعات؟ ننذكر يوم أمس كمان كان في عنا مخزونات الـ API جاءت أقل من التوقعات هالأمر كان لازم يدعم يمكن الارتفاعات اللي كنا نشهدها بسوء النفط خصوصي مع تراجع الدولار خصوصي كنا نشوف نوع من الأصول العالية المخاطر كلها كانت عم ترتفع مع الأخبار الإيجابية اللي جاية من الولايات المتحدة في فترة كمان يمكن أرباح والستريت ولكن وصلنا للثمانين هذا كان نوع من المستوى الرئيسي يمكن أو نوع من المقاومة الرئيسية اللي حاولنا نشوف نعملها تاستينغ ورجعت ارتدت الأسعار ونرجع نشوف اتداد لألة وحتى يوم أمس أوكي المخاوف اللي كانت في البحر الأحمر وحتى في أوكرانيا رجعت شوي ارتفعت ولكن نلاحظ انه إذا مننا نشوفها فعلا بدقة ما عم تأثر على جانب العرض يمكن تؤخر العرض تؤخر وصول النفط إلى أماكن معينة ولكن مش عم تأثر للإنتاجية أو قداش موجود كمان العرض في الأسواق فأظن الارتفاعات قد تكون محدودة إذا بس هيدا هي المخاوف اللي عنا إياها هي التوترات اللي عم تكون بالبحر الأحمر أو حتى في أوكرانيا نعم في ظل الأسعار التي تحدثنا عنها وملمسة برينت للثمانين دولار للبرميل هناك توقعات بخفض أوبك بلاس لإنتاجها من جديد هل تتوافقين مع هذا الطارق وما هو مقدار الخفض المتوقع هلأ أوبك بلاس كمان كنا نداحظ في بعض أصوات مختلفة فيها إذا بدي أحكي مثلا عن المملكة العربية السعودية كنا حكينا من قبل أنه لموازنة الخاصة فيها مستويات 80 دولار للبرميل المهمة لأله ولكن يمكن في أصوات أخرى كمان بهم مستويات أخرى هلأ إذا نحكي عن المملكة كمال العربية السعودية أظن أنه هالتخفيد اللي كانت عم تقوم فيه مستمر للربع الأول من العام ولكن الصورة تبدو شوي يمكن ضبابية أكتر مع تقدم أكتر لهذا العام لدينا بيانات كنا عم نحكي عن وكلة الطاقة مختلفة مثلا نوعا ما عن أوبك فلازم نكون نحن في انتظار بيانات جديدة لازم نكون عم نشوف كمان الاقتصاد خصوصي كمان في أصين أداء عم ينتعش ولا لا ولكن أوبك اللي عم تحكي أنه توقع هالتوازن ما بين العرض والطلب قد يعني أنه ما نكون عم نشوف تخفيض كتير كبير ولكن كمان مش عودة لبرودكشن عالية كمان من أوبك لكن بالشكل عام هل تتوقعين أن يكون هناك خفض أساسا في المستوى الصلاح؟ في الربع الأول نعم سيستمر مش أكتر من اللي عم نشهده يمكن بهذه الفترة أو يكون محدود جدا ولكن في الربع الثاني كمان يمكن الصورة منا كتير واضحة نعم فيما تعلق بالشأن الأمريكي كثرة الحديث عن خفض أسعار الفائدة أو التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هل المعطيات بشكل عام تدعم هذا الخيار؟ هلأ كنا عم نشوف توجه إلى تقليص السياسة المتشددة هو سيناريو لابد منه السؤال هو هلأ قديش نحن رح نكون عم نقلص السياسة المتشددة الأصوات التي نسمعها بشكل عام جدا إن كان عم نحكي من جيرون باول أو حتى من يمكن المحافظين الآخرين في الفدرالي بتوقعوا ثلاث تخفيضات لألفائدة في العام المقبل نوعا ما أقل بكتير من اللي كنا عم نسمعها بالأسوات ومشان هيك شوي رتد الدولار خلال الفترة الماضية هلأ الصورة الأكبر أو يمكن العلوان الأكبر للأسوات اللي نسي شوي الفدرالي ونسي شوي يمكن شو سياسة وهي بيانات أرباح الشركات اللي شوي عم تدعم كمان الأسهم لفترة أطول ولكن أظن أن الأسوات يمكن كانت عم تحلل أو عم تسعر سياسة أقل تشدداً من الفدرالي أظن أنه نكون عم نشوف شوي تأخير لهالتسهيل يمكن نكون عم نشوفه من منتصف العام أو بعضه حتى في بداية الصيف في جون سيناريو الحالة الرئيسية مع ثلاث تخفيضات أو أربعة ماكسماً سريعاً فيما تعلق بالذهب هل سيحافظ على مستوى الألفين وثلاثين دولار؟ هل هذا سعر إيجابي جداً كثير للذهب؟ نحن نلاحظ في أن بيانات إيجابية كانت عام تأوي المؤشرات كمان عادة من شوفت حركة مشابهة ما بين الدولار والعملات المشفرة ولكن كان عم نشوف تراجع كثير بالعملات المشفرة مع أنه كان في عنده كثير أخبار إيجابية والذهب حافظ على ارتفاعه أوكي تراجع الدولار عم ينفعه ولكن المستويات اللي عم نشوفها فوق الألفين وخمسة وعشرين فوق الألفين أصلاً بشكل عام هو أمر إيجابي جداً للذهب ويؤكد أنه سناريو الحالة سعر وكذلك أدى للتحوط في ظل الضبابية في الاقتصاد العالمي سيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية لدى إيكيوتي كنتي معانا شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك